أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقوم السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء بلا صراط مستقيم وكذلك جعلنا كنو أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما أجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينظلم على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قالنا لا تقلب وجهك بالسماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاثل عما يعملون وليل تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم يظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل مجاة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاثل عما تعملون وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابلين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا إلا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابلين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاوة والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه من يضطوف بيما ومن تطوع خيلا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تاروا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوام الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس مجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من نار فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف اللياح والسحاب المزخر بين السماء ولغض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن لا لن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسول والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلوا لشيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في مطورهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب ذب القربى واليتامى والمساكين والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقام وأقام الصلاة وأدى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى ولنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لا ليتخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاث من موص جنفد إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غثور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفل فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفل فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستنيموا لي وليؤمنوا بينعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختادون أنفسكم فجاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عادفون في المسائل تلك حدور الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس المر بأن تات البيوت من ظورها ولكن المر من ابتقى وات البيوت من غوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفترة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجل الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غثور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويقوم الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأجموا الحج والعمرة لله فإذا احصلتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محلة فمن كان منكم مريضا أو بيئة من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجرع صيام ثلاثة أيام في الحج وسأعت نذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجن الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا تدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزار التقوى واتقون يا أولل الباب ليس عليكم جناح لن تبتروا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ضوم حيث أفاق الناس واستغفروا الله إن الله ثور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوه والله سريع الحساب صدق الله العظيم